ما كان ضم شيء أنه كان شي واحد فيكم ما كيدخلش لمواقع التواصل الاجتماعي وما كيصادفش شيء صور ديال الحقارة متمثلة في إشهارات لأشياء غريبة وعجيبة وبوحد طرق أيضا غريبة وعجيبة ولا تراعي لا أخلاق ولا أي شيء وخصوصا ما تعلق بالعجز الجنسي عند الرجال كان واحد الاستغلال راهيب لهذا الجانب من قبل واحد المجموعة ديال النصابة وديال المحتالين اللي يبين لكم أن هذه المادة اللي سيبيع لكم هي واحد المادة عبارة عن معجيزة ستحل لكم هذه المشكلة بشكل كبير وكبير جدا الحقارة تتمثل في طريقة الإشهار في الحوار الكلام المستعمل في هذا الباب والحقارة الأندل تمان اللي كيتطلب لكم وهو واحد تمان غالي جدا والموصيبة هو أنه هذا الشيء يمكن يعطلكم في أنكم تمشيوا في الاتجاه الصحيح ديال العلاج اللي هو ممكن لهذه الحالات مثلا ديال العجز الجنسي كين علاجات نفسية وكين علاجات بواسطة الأدوية وكين واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كيمكن الإنسان ما يبقاش يعاني من هاد الشيء ولكن اللي كيديها في هاد الخرافات واللي كيديها في هاد شعويد واللي كيديها في هاد خرباق كيبقا كيعطل على رسول ومشكل دياله كيتعقد يوم بعد يوم ويمكن ما يوصلش للعلاج وما يقال على هاد الموضوع يقال على واحد المجموعة ديال الأمراض الله يحسن عوان الإنسان المريض لما كيكون الإنسان مريض وكيكون جرب بعض الأدوية وشاف بعض الأطباء وما لقاش العلاج بحال كان كيتمناه كي يقول لي كيتشبت بأي حاجة كتقال له والأسف في المجتمعات اللي فيها أمية بحالنا في المجتمعات المتخلفة بحال المجتمع دينا هاد شي ديال الإشاعات وهاد شي ديال التداوي بالغيبيات كينتاشر بواحد شكل كبير وكيخرج على الناس لأنه كيعقد العملية أكتر واش انت مريض عندك فيروسات ولا عندك باكتيريا ولا عندك ميكروبات واش كتسنى شي واحد غاجي يجي يقرع عليك وغيموت هاداك الفيروس واش مبغيتوش تفيقو واش كورونا ما فيقاتكمش كينش واحد قرع على كورونا وحيدها قمة الحقارة أنه لقاو الدكاكين ديال ما يسمى بالروقية الشرعية اللي منتاشرة ما بقاتش منتاشرة في المجتمع بشكل كبير لأنه السلوطات واللات كتتعامل بواحد النوع ديال الحزم والحسم مع بعض الروقات اللي كيستغلوا الدين باش يبيعروها من الناس ولكن القاو المبتغة ديالهم في مواقع التواصل الاجتماعي والدرجة أنه وصلات الحقارة بالبعض منهم أنه كيدير معاك موعيد كيدير معاك الساعة باش غتجين تدقلس قدام التليفون دياله ديالك وهو غاد يرقيك فقمة التخلف واللي كي خصنا نهضره عليه أنا كان عرف أنه وره يمكن هذا الهضرات ديالي ما تعجبش عدد كبير من الناس وراني قلت لكم في بداية البرنامج قلت لكم خصنا نشوفوه جهنا في المراية خصنا نقولوه الحقيقة لنفسنا خصنا لما كناش فاهمين نقولوه احنا ما فاهمينش باش نقدرون فاهموه إلا كانت فينا عيوب نقولوه فينا العيوب هادي باش نقدرون حيدوها أما باش نبقاوه نتخباوه خلف الممنوعات والمحضورات واللي طابوه رح نزيدين ايه في التخلف وكنورته التخلف من جيل الجيل فكين قيمة الحقارة عند بعض الشيوخ الرقيق ما يسمون بشيوخ اللي وصلت بهم انه وكيقول لك انا ارقيك عن بعد انا عن بعد نداويك اما السحر والشعوة ده دي اللي كيكتب لك حجاب عن بعد دي اللي كيدير لك القابول عن بعد دي اللي غيجيب لك الحبيب عن بعد دي اللي غدي يكون سبب انك تزوجي وتزوج عن بعد دي اللي غدي يولدك عن بعد راه هاتشي راه يعني الأمم التي تحترموا نفسها ما يمكنش تتحفظ الحقارة نحن للأسف واصلي لهذا الحقارة راه واحد ظاهرة غريبة لحليته التك توك وعملته رقية أو عملته جلب الغائب أو عملته القابول للحصول على عمال أو عملته سحر التزويج راه غريب راه ده بأي واحد نصاب محتال كيلبس قشابا كيربس غيبات وكيدير شي تسبيح في الدولة يعلق شي حاجة فعنقه وكيبدأ يهضر على المعجزات دياله وفي التعاليق طبعا بحسابات وهمية دياله هوانيت وديال المحيطين بي كتلقى التعاليق تقول نعم أيها الشريف أنا جربت الحمد لله جاب الله الشيفة علي الدك وأنا جوجت علي الدك وأنا كنت كان عاني وطبعا كين الحياحة والسماسير أكتر والحياحة بين قوسين وهم لي كيكون شو واحد كي يصيد كيكون هما كيمشيوا الجنب كيحيحوا باش طير الطرائد باش يصيد هذا الصياد فهدون في شيء كيحيحوا باش يصيدوا وحدين أخرين باش يصيدوا واحد المجموعة ديال الناس اللي غايتيقوا في ذاك شي والحياحة كيقولوا هي هات الشيكين هات السيد شريف بعينيش في السيد خل عنده زحاف وخرج برجلية بعينيش في السيدة خمسة عشر عامة ولداته ولداته هي عندها تمانية وخمسين عام وزيد وزيد من هذه الأشياء قمة الحقارة ولكن ما يحز في النفس واللي كيضر في القلب أن الناس في الفين وابعة وعشرين في القرن الواحد وعشرين في عصر الدكاء الاصطناعي في عصر الأبحاث العلمية المتقدمة في العصر اللي والناس كي أمتريمي والأعضاء البشرية انت خوادي باقي واحد كي آمن أنه يمكن تحط تليفون ويحط تليفون لأخر في جهة وحدة أخرى ويقرأ لك وتبرأ مارت